بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة ازاي يغير الباسورد بتاعت اللوكال أدمين على سيرفر 2016 أو 2019 وما بعدها زمان في لما كنا في 2012 كنا بنغير الباسورد بتاعت اللوكال أدمين بمنتهى السهولة من جروب بوليسي مباشرة وموجود فيديو اللي انك بتاعه ظهر قدامكم ده كنا شارحين فيه ازاي بنغيرها في سيرفر 2012 مايكروسوفت لقت ان الموضوع ده انسكيور فراحت لغيها ونزلت تورز اللي هي LABS اللي هي لوقا المتريتور باسورد سيليوشن دي عشان نعدل عليها اي خطواتها سهلة جدا 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 ما فياش اي مشكلة معنا هنشوف احنا هنعمل ايه والخطوات سهلة ازاي اول حاجة ان احنا هنخش نزل التولز دية وموجود في الرابط الموجود في اول تعليق الخطوات بتاعتها تمام وموجود فيه اللي زي نعمل داون لود هندخلنا اهو من اللينك اللي موجود اللي هنا نعمل داون لود داون لود حيبدأ يحمل لوحده ادي التولز نفسها عندنا اقول له داون لود سأل انت عايز تنزل ايه ال 64 و 86 انا بنزلهم كلهم لشان بيبقى عندنا كلاينت شغالة 64 وكلاينت شغالة 86 اه انخلي بالنا من حاجة انا حيسيبه ينزل داون لود طبعا اخلي بالي من حاجة ان احنا هده بننزل على السيرفر اللي احنا هنعمل منه المانجمنت وبننزل نفس الابليكيشا بننزله على الجهاز بتاع الكلاينت اللي احنا هنتحكم في البصورد اللوكل عليه تمام انا هقلت له على الليه وقول عشان يبدأ يسلطى بالل ايكسي بتاعه بعد ما خلص الداون لود بتاعه هبدأ اشتغل على السيرفر نفسه هبدأ اسلطى بالفيرجان بتاعي اه اه دج 64 المسط اي بتاعتها وحول له نكست انسلطى بالفيرجان عادي خالص يا جماعة بس انا اشتغل على السيرفر هاختاري ان نزلي كل طولز بتاعتي اللي هي ايه يا جماعة اللي هي الجي اي بتاعتها ان احنا نعرض البصورد اللي هي فات كلاينت والباورشيل لشنا نستخدمه في كماند وان انا اشتغل جي بي او اديتور بتاعتنا اول خلاص كده المسط اي بتاعه خلص احنا ما مناخدش بالنا منه قصير جدا 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 الخطوة اللي بعدها هبدأ ازبط اللي هي بي اي اس نفسه عن طريق الباورشيل فهفتح الباورشيل بتاعي اول حاجة هعملها ان انا هعمل اكستند للسكيمة بتاعتي بتاعتناك في ديالكتوري علشان يظهر التربيل تاعت البصورد معايا فان انا هعمله هعمل امبورد للمديور بتاع البصورد ايه دي اما بصورد كده خلاص اعمل تالي امبورد ابدأ اعمل اكستند بالسكيمة كده عشان تزعى الاتريبيوت خاصة بالباسورد عندي على في الكمبيوترات الموجودة عندي في الاكتر ديركتري. عشان اعرف بتاعت الكمبيوتر ده ايه وتغيرت امتى. ان انا هنا مش هغيرها مانوال. انا هنا هو هعمل جنريت اوتوماتيكا جماعة. كده خلاص عمل بتاعتي. هبدأ ادي برميشن. الخطر اللي بعدان هبدأ ادي برميشن لمين هيعدله كده. فاول حاجة انا هعملها بس هبدأ اكاريت اتنين او 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 اللي هحط فيها الكمبيوترات اللي هتطبق عليها البوليس دية. وهبدأ اكاريت جروب اللي هيشتغل عليها الهدية برميشن انها تعدل. فادخل اهي. هعمل اكاريت او او جديدة. هسميها ديسكو توبس. وهكاريت جروب اللاتية من بسورد. هي دي الايه. الحديها البوليس انها تعدل. انا كده حضرت الشغل بتاعي اللي ويوه والجروب اللي هشترك عليها الخطوة اللي بعدها هرجع تاني للباورشيل وابدأ ادينه البرميشن اللي عليها رجعنا تاني للباورشيل اهي اول حاجة هعملها هشوف رؤية المتاخدة على الايول اسمها ديسكوتوب جداية نستخدم الامر الاسمه find-add password extended right وبحدد فيه الويو وبحدد فيه انا عايز ايه اللي عايز بفرمات بتاعتنا وعايز ايه اللي الاكستند right holder طبعا انت مش محتاج تحفظ الكماند هتلاقي اي موجوز ان احنا قلنا في الرابط اول تعريق انت كلمة بديسكتوب دي الايو دي ممكن ان تغيرها بلا اسم الايو ا ذات حادث فيه الكمبيترات رح يطبقي عليها بلعاب اسم الويو اخر مدد فيه الكمبيترات رح يطبق عليها بالقود ابقاءة 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 البيتر جداية تمام قال لي هول الناس اللي لها برميشن اللي بتاعتها اللي هي دومين مين يا جماعة دومين ادمن طب انا عزل دي بقى جروب معينة لناس اللي هلبي ديسك بتاعتي او حاجة صلاحيات دي فده انا هعمله ايه سيت ادمن باسوردر رايتنج اول حاجة ان الكمبيتر نفسه ياخد صلاحية فهنديله ايه يا جماعة استعميم professor للغاية but لدينا مين ادمن ان يمين الصلاحيات طب اله passage مين الذي تستخدم صلاحي الثقة من يسمي موصف لكي USB بقي بيشتغل أنا معcionesammaged southward سا Nast Password Re دعوني أن اغلبوا بعض الاسم التي تريدون منهم هذهFrank password سوف اُقعد النظام بدلاً نام الان اخرى نظام الان لو انني اطلاء مصرحياتهم اخرى سوف اجعلهمه يسوار ايها بسود ريسيت ابقى نفس الان و لكن الان ريزد و أستمرت رئيسة عندما أخبرت المساعدة و تتفعي أفضل ما تنتهي و أستمرت العمل و أستمرت الهجميع و أصبح و اضعه و أسرعه و أميجات تتفعي و أميجات تلك العمل و اميجاتي خطرة اللي بعدها هتخل على جروب بوليسي اكاريت بقى جروب بوليسي اللي انا عايزة هسميها اسمي عبر عنها بسودة مسيرتور عندسكول لوكل مثلا اخش ادت هنجد من جوة الكمبيوتر ايه الذي ظهرت معي هنجد من دمن الاشتراك فيها سيدي المتحدث من دمن الاشتراك فيها الباسورد بسوارد تقريبها الدي ايه كم حرف ايه 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 بتاعتها الاسم بتاع البيلت ان ادمنسراتور احنا بنسيب نوت كونفيجرد ان هو كده كده عشان لو الاسم حتى بتاع الوكال متغير هيعرف يجيبه تمام فمسيبها النوت كونفيجرد عادي تمام ايه ايه زبطنا للدنيا بتاعتنا نو اخش بقى اطبقها على الايو اللي فيها الكمبيوتور بتاعتي اللي هي ديسكو توب وعملها انفورسد مسلا يبقى كده جروب بوليس بتاعتي خلصناها وخلصنا الشغل اللي فيه اللي على السيرفر الخطوة اللي بعدها هروح على الجهاز الكلينت زي ما انتم شايفين كده جماعة وابدأ اسطب مين يا جماعة الجي بي او بس مش اكتر من كده تمام مش محتاجة نزل حاجة تانية عليها وطبعا حتى انا الكلينت هنا الستة وتمانين فان نزلته عليه ستة وتمانين ارجع تانية للسيرفر هنلاقي عندي حاجة اسمها الابس يو اي هكتب اسم الكمبيوتر في الايو دقيقة وقول له سيرش ايه دي الباسورد بتاعته يا جماعة شايفين يا جماعة وتحت الاكسابيرد بعدها دي ممكن بقى انا اغير التاريخ بحيس ان الاكسابيرد بعدها كذا فهو اوتوماتيك حي كاريت واحدة جديدة وملاحظين ان هو كاريت ما ايه يا جماعة كاريت باسورد ما انا مغيرتش تمام لو دخلنا على الاتريبيوت بتاعت الكمبيوتر ده هنلاقي عندي موجود اللي هي ايه يا جماعة الباسورد الحالية امتى وويكس بايرد امتى شكرا على وقتكم اشتركوا في القناة